نظمت تنسقية شباب الأحزاب وسياسيين صالونا نقاشيا حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة منحج لجنة شؤون الأحزاب اختصاصات أكثر وأن حرية الرأي والتعبير حق إنساني ودستوري حرية التعبير هي التزام إنساني لأن الإنسان من حق أنه يعبر عن رأيه وكمان الدستور المصري على فكرة واضح جدا في حرية التعبير إن هو بيكفلها بكل المعاني والمقييس المادة 65 يمكن في سطرين بوساط كفل الإنسان مش بس للمواطن المصري كل أشكال ومناحي حرية التعبير إحنا في مصر عندنا حاجة مهمة عايزين نتكلم عليها إحنا إزاي يبقى عندنا حرية في التعبير أي أول حاجة علشان نفرق بين الحرية والفوضى هي الضوابط لو حطينا ضوابط هيبقى عندنا حرية منظمة قادرين إن إحنا نمارسها بمنتهى الأريحية هذه الحرية يجب أن تقف عند حرية الآخرين ما نتعدش عليهم هؤلاء الذين يروجون لأعلى معايير حرية الرأي والتعبير بلا ضوابط وبلا حدود هؤلاء يسقون لنا الخطر والشر نحن نعرف خصوصياتنا لابد أن نجلس ونجتمع على معايير وضوابط تضمن حرية الرأي والتعبير ولكن في نفس الوقت لابد أن نعيد تنشئت حتى طلبة كلية الإعلام أنه يبقى عنده ضميره الوطني وضميره الأخلاقي وضميره المهني خلينا نمكن أن كنت بتكلم قبل الجلسة إحنا كان عندنا في الصحف أنا بتحدث عن الصحف القومية عندنا بعض الجرائم والسلوكيات كنا نأبى ونرفض أن ننشرها ونرقيها في سلة المهملات حتى لا تصبح سلوكا مألوفا يألفه الناس وممكن أن يترسخ فيها زمانة فيه أحيانا إحنا عندنا خلط ما بين إزاي أقدر أعبر عن رأيي وإزاي أقدر أن المعنى ده هيؤذي شخص فيه هيميز هيعرض حياة شخص هيعمل يعني هيؤذي بما يتعرض مع المادة برضو 71 من الدستورة اللي احنا بنتكلم عليها ده برضو هيخلينا انتقل لنقطة غلق الصحف بما إينا حضرنا نقابة الصحفيين غلق الصحف هنا برضو آلية مش يعني حضرتك إحنا بنلقي باللوم على الدولة فقط ولكن نقابة الصحفيين هي نقابتي وأنا أعتز وأشرف بيها في بعض الصحف اللي بعض الجرائد تصدر قرارات فصلة عصوفي لعدد من الصحفيين وهذا حق يعني من حقوق الحريات والواجبات وحقوق الإنسان اللي بنتكلم عنها وفي الآخر بنلاقي إن هم بينضموا بعد كده بيسمحوا لدفعة تانية من هذه الجريدة اللي تمو اللي خرجوا منها بيقبلوا دفعات أخرى ترجمة نانسي قنقر